أنت دخولك لعالم التمثيل كان بوابته الموديلينج والإعلانات أنت دهت صغيرة قوي ابتديت أول إعلان لما كان عندي 11 سنة يعني ده أنا كان نفسي أعمل إعلانات كان طول الوقت نفسي أعمل إعلانات كان نفسي أطلع في مجلات كان نفسي أمثل كنت مبهورة قوي بالعالم ده فلما أول إعلان عملته كان قرية سياحية الماء أنا ولا عارفة اسمها ولا حتى طلعت في الإعلان وعملت بقى كذا إعلان كده ما طلعتش حتى فيهم ده إعلان ولا موديلينج ده حاجة كان موديلينج قال لبعند وده برضو ده من كم سنة؟ لا ده بقى لهم شوية سبعة سنين ده من سنة ده من سنة بالتاني كان من سبعة سنين ومن خمس سنين بس ده السنة اللي فاتت 2019 يعني فأنتي بتديت الإعلانات والموديلينج مع بعض وانت في المدرسة وأنا في المدرسة أول موديلينج يعني عملته أول فوتو شوت كان عندي 14 سنة عملته المجلة وطلع الكوفر ودي كانت أول حاجة ليه ما كنتش بعرفة تصور لسه يعني وقتها أنا فاكرة كنت خايفة ومخدودة بس كنت متحمسة جدا لأن أنا حبة ده بس من صغري وأنا عندي كل صور طفولتي وأنا بصة للكاميرا ومبتسمة وعمر ما كنت مش مركزة بس فيش من الكاميرا ولا الأضواء ولا أي حاجة متعودة عليهم ده لا ده كله بقى فين؟ كان ده أعلان إيه وقفو فوتو شوت ده في مونتناجر وفوتو شوت لمجلة كنت في مدرسة إيه هنا؟ أو مدرسة إيه إنجليزية ولا فرنساوي ولا؟ لا لغات كنت في زمالك وكنت الصوري الحاجات دي وتكميلي دراستيك عادي تكملي دراستي عادي خالص وقتها ما كانش في إنستجرام ما كانش في السوشيل ميديا إن الواحد يحط صور لنفسه وإن الواحد يسوق لنفسه وما كانش في الحاجات دي في لو حد تشترى مجلة هشوف مجلة لو الناس بصت تلاقي بيلبوردز لو الناس فتحت التلفزيون هتلاقي بقى إعلانات بس ما كانش فيه لهو موجود دوالوقتي السوشيل ميديا والناس كلها بتتابع الشخص اللي هما بيحبوه فالموضوع كان مختلف شوية وقتها يعني دلوقتي موضوع أسهل أن الواحد يسوق لنفسه ويظهر نفسه ويظهر موهبته ويظهر الحاجات اللي هو بيحب يعملها عشان الناس تانية تشوفه يعني وتجيب له شغل نزل التردد الجديد 11785 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح خطأ 5 على 6 اشترك دلوقتي وتفرج على كل اللي نفسك فيه واتشت ما تخليش حاجة تفوتك